موسيقى مؤتمر الطب الاستعجالي ناقش توصيات مواجهة الكوارث الطبيعية في المغرب والتي تعد من أبرز تحديات تحديات القطاع الصحي وفهم ما ينتظرنا وتحدينا جميعا مرحبا الحضور القوي لزلزال الحوز كطيمة بارزة تصدرت مؤتمر طب المستعجلات في نسخته السابعة إضافة إلى الإجراءات الاستباقية لتنظيم مونديال كرة القدم 2030 الذي احتضنته مدينة الرباط نهاية الأسبوع الماضي وشارك فيه سلة من الخبراء من مختلف القطاعات العاملة في حق الطب الاستعجالي المؤتمر خرج بتوصيات مغربية من نوعها في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها لتقريبنا من صورة الطب الاستعجالي وتوصيات المؤتمر يحضر معنا الدكتور أحمد غسان الأديب رئيس الجمعية المغربية لطب المستعجلات صباح النور دكتور أحمد مرحبا صباح النور شكرا على الاستضافة مرحبا نورتاني كما يحضر معنا مشكورا في هذا التحدي الدكتور عسام حمرس طبيب مختص في طب المستعجلات والجراحة العامة صباح النور دكتور عسام صباح الخير الأخت خديجة صباح الخير الأستاذ أديب والمشاهدي الكرام مرحبا نورتاني طيب أبدأ معكم دكتور أديب زلزال الحوز وتداعياته ربما كان المحرك الرئيس لهذا المؤتمر ضعنا في الصورة لو سمحت فعلا دولة دينا مرت بكارثة كبيرة وكانت وفاية كثيرة الله يرحمهم يوسع لهم وكانوا جرحة كثير ولكن الحمد لله مع ذلك بالنسبة للقطاع الصحي لا الصحي العام لا الخاص لا القطاع العسكري دارك الملكي كلهم كانت واحدة استجابة نقدر نقل عليها ميتالية لأنه تم الاستطاعة تغلب على الحالة الحادة في 48 ساعة كانوا تقريبا أغلب العمليات داروا إذن كانت استجابة يشهد بها في العالم كله إلى أنه ولو أن الاستجابة في ظرف كاريتا بينات على قدرات وعلى كفاءة الأطباء المغاربة بكفة شواربهم تبقى كان خاصنا نعود إعادة نظر أشوقع لأنه يمشى مزيان لأنه لا يمشى مزيان نقدرون ندرنا توصيات أيضا في هذا الميدان ونشوفوه لأنه نقدرون نزيده القدام في المستقبل إن شاء الله أكيد إن شاء الله طيب دكتور عصام كيف هو وضع المستعجلات في المغرب؟ أين نتموقع من خلال تجربتك في هذا المجال؟ هل الوضع مطمئ دعنا نقول؟ نعم غير باش نوضعه للمشاهدين في الصورة وأعطاء الصورة أوضح مليك نقوله طب المستعجلات أو لا هنا نتكلمه على طب المستعجلات في إطار الكوارث يعني طب المستعجلات هو استساس أو طب عادي يعني الناس كتحضر للمستعجلات بالتلقي العلاج لكن هنا مليك نتكلمه على حالة كاريتا أو لا في إطار الكوارث فهي حالة اللي غير تيادية وغير يعني ما كنتوقعش دائما عند جميع الدول يعني هنا كي نزول إطار ديال الطب عامة أو لمستعجلات خاصة وكي نحطوها في وضع اللي كيكون صعب ووضع اللي كيبغي واحد إمكانيات كبيرة كيبغي واحد تدخلات اللي سريعة وهنايا كيكون عندنا خاصة من اللي كنتكلمه على الزلزال لضرب المغرب كي يبين بأن المستعجلات كان حاضر حاضر بقوة لإعطاء واحد يعني يد العون في عين المكان بشكل سريع للناس في المنطقات الزلزال طيب دكتور عصام سوصل معك فيما يسعلق بتخصصات شنوية تخصصات التي تنضوي تحت مظلة الطب الاستعجالي حتى نقرب سادة المشاهدين من هذا التخصص ويكونوا على بينا من الموضوع نعم هنا ياملك ندوي على تخصصات يعني جميع التخصصات فهي تنضوي تحت إطار الطب الاستعجالي لكن بدرجات متفاوتة يعني نقدروا أن نتكلموا على طب جراحة البطنية اللي هي اختصاص اللي داخل فيه المستعجالات وداخل فيه الجراحة العادية طيب العظام والمقاصل طيب جراحة الدماغ لكن كيفما كنا كل تخصص على حيضة عنده دور دياله عنده الحالة اللي كيدخل فيها يعني الأهم حلقة في هاتشي كيكون الطبيب الاستعجالات أو طبيب العام أو اللي كيكون كيستقبل أو اللي كيحدد تشخيص الأولي ديال المريض وعادة كنقدروا نشوفوا من بعد لاشنه هو الاختصاص أو التخصص اللي خصنا خاصة هناك في المغرب نشيروا بأنه كين اختصاص ديال طب المستعجالات وطب الكوارث هذا تخصص مستقل اللي بداته ولكن ما عندناش كثير في المغرب نعم جيد وربما هذا هو من أهم توصيات المؤتمر سنتقل الدكتور أديب المؤتمر في النسخة ديال السابعة جاء كعتبة لرصد عديد من دفاعات ومرافعات عن هذا القطاع قطاع المستعجالات من المغرب هل تم تسطير مؤاخذات معينة من طرفكم طبعا هناك العديد هي مرافعة تدوم منذ مدة لأنه كما قال دكتور عصام هو أنه طب المستعجالات ما زال كاختصاص بذاته ما زال غير مطور في المغرب ولو أن الاختصاص بدأ في سنة 2000 وجوج لحد الآن لدينا 29 طبي مختص في طب المستعجالات فقط وأغلبهم عسكريون إذن ما زال هذا الاختصاص اللي المهمة ديالو بالترجة الأولى هو أنه التنظيم ما قبل الاستشفاء استقبال المكالمات وعديد من الأشياء ما زال ما تطورش بالشكل الكافي وحتى ما عندوش تحفيز لتيخلي أنه أطباء تختاروا هذا التخصص هذا بالإضافة إلى أشياء أخرى اللي على رأسها حاليا فالمؤتمر لنقشنا هو تدخلات ما قبل الاستشفائية لأنه كان مشروع ديال تدخل سريع ولكن ماخداش دكشي اللي يستحق في بلادنا وعودتني بالدرجة أخرى هو المواطنين كيفاش يقدروا يكونوا مسعفين ويتعاملوا مع الحالات لا في الكواريت لا في الحالات اليومية جيد نعم نعم طيب ربما قد سأعرج على الإكرهات مع الدكتور عصام شو هي الإكرهات التي تواجه اليوم الطب الاستعجال وعلى أي مساوة تطرح اليوم هذه هي الإكرهات يمكن أن نقول أن هناك عدة مستويات والتي هي حلقات مترابعة الأهمها أهمها نعم نعم بشكل عام اللي هي مستوى التنظيم وهذه الحلقات كانت في جامعة الدول يعني أنه ما حولوش كان غير المغرب اللي عنده هذه الإكرهات ما كان مستوى التنظيم اللي كتأثر على صرحة التدخل تقديم العلاج المستعجل يعني قد ما كان تنظيم أكبر قد ما كيكون أسرع باش نقدروا نقدموا واحد للعلاجات طبية مستعجلة وهذا كي حيلنا على الزلزال اللي ضرب المغرب مؤخرا اللي كي ظهر بأنه كان هناك تنظيم محكم كان تنظيم كبير بالطريقة بالطريقة اللي تعطيت التنظيم يعني بشكل عام ما كانش متمركز وهذا بتعليمات صاحب الجلالة اللي قدموا مجموعة هذه الأطقم خاصة توضيف الموارد البشرية اللي تهو حلقة من الحلقات وهذا طبيعي دل الكوارث اللي كتطلب أطقم كثيرة وخاصة كما أدهل الأستاذ بأنه كان الطب السيبيل كما نقول وكان الطب العسكري وكان الكواصنغوج أو الشب طبيعي تهو أطقم أو داخل الموارد البشرية اللي نورمال خاصة بشكل متوفر بشكل كبير وخاصة وهو ثاني المستوى الثالث أو وثائل لوجستيكية يعني طريقة بشكل نوصل للناس اللي مصابين أو لفيد الكوارث خاصة يكون لوجستيك أكبر نظيم أكبر وخاصة نورد البشرية أكثر طيب قبل أن نواصل باقي المحاور في هذا التحدي أدعوكم ومع ذلك بطبيعة الحال ضيوف الكرام نواصل وأدعوكم لمشاهدة هذا التقرير من توقيع صفية هداني نشاهد ولا نعود أكيد خصاص كبير ومهول هو عنوان طب المستعجلات في المغرب ويدعو العاملون في القطاع إلى بذل جهود أكثر من أجل النهوض به والتمكن من مواجهة الأوضاع الصعبة من قبيل الجوائح أو الكوارث الطبيعية ويتجل 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 دور هذا القسم الاستشفائي في استقبال ورعاية المرضى ذو الحالات الحرجة وكذا الجرح الذين يلجون المستشفى بأنفسهم أو الذين يتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف طبيب المستعجل تلزمه طاقة جسمانية وعقلية ليحظى بقابلية للضغط في المناوبات وخصوصا المناوبات الليلية والأعياد ويتطلب هذا التخصص من الطبيب أن يكون جاهزا لاستقبال أي نوع من المرضى دون أي تجهيز ويشكل هذا الضغط سببا في عزوف كبير على مستوى ولوج تكوينات أطباء المستعجلات بالنظر إلى السنوات الخمس التي يقضيها هؤلاء من أجل التخرج وتشير الجمعية المغربية لطب المستعجلات أن عدد الأطباء المختصين في طب المستعجلات في المغرب لا يتجاوز عشرين طبيبا تخصص بات من الضروري لاهتمام بها خاصة بعد زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في شهر شتنبر الماضي وقبله جائحة كوفيد-19 شكرا صفي على هذا التقرير وضعتنا صراحة في الصورة ما هي مواصفات الطبيب أو البروفيل للطبيب المتخصص في الطب الاستعجالي أعود أعود لكم دكتور أديب حول طبيعة ورجعنا المؤتمر ما هي طبيعة التوصيات التي سميتها مغربية من نوعها هل تكتسي ثمت خصوصية معينة كمقياس إلى آخره ندلنا ببروتوكولات علاجية أيضا للناس المطمورين للناس اللي عندهم ردود كبيرة كيفية نقل الدم لهم ببروتوكولات علاجية وتقال وزدنا أيضا حتى التكفل النفسي بالمرضى وكيف التعامل معهم وكيفية البداية من الأول بالطروي الفيزيائي وإعادة تأهيل الحياة لأن هذين ناس تقتلهم واشغير يرجعوا يخدموا واشغير يقدروا يكونوا مداخلين في المجتمع ديهم هذا شيء يبدأ من الساعة الأولادية الكريدة ممتاز دكتور عصام سنرجع معك قبل قليل وضعنا تحت المجهر كل الإكرهات التي كانت إكرهات ربما على العنصر البشري حددت مجموعة من الأمور التي تدخل في هذه الإكرهات الآن سنرى معك التحديات ما هي التحديات التي ترى تتعلق بشكل وثيق بالطب السعجالي هل هي دائما تصل بالعنصر البشري بالأطقم الطبية أم ربما على المساوية أخرى من خلال تجربتك نعم رؤوس خديجة هنا من اللي كنتكلم على التحديات في حالة الكوارث أو الحالة الثلاثية الأولى إذن هذه من اللي كنتكلم على حالة غير اعتيادية حالة صعبة كتكون غير مبرمجة هنا يكون أهم شيء عندنا هو العنصر الطبي والشبه الطبي هذا العنصر هذا اللي خصو يكون عنده واحد تكوين اللي هو ضروري لكن نريد دائما تكوينات أخرى لكي نتلائم على طبيعة الكوارث وخطوين كوارث فجائية اللي تكون بشكل واسع يعني نقدر نتماشى مع هذه الكاريتة ونقدر نحصر لديك أو المخاطر ديالها الثاني حاجة وهو تطوير التعاون بين جميع المتدخلين اللي كنتدوه على المتدخلين يعني كنتدوه على الأشياء التقبية اللوجيستيكية وكندوه لاتا المجتمع المدني اللي يخصو يكون واعي بالأمر كيعرف على الأقل بعض الأشياء اللي كتسهل على المتدخلين الأساسيين اللي هم العنصر الطبي والشبه الطبي باش يقدر يكون في قدر المستوى ويعطينا واحد صورة إيجابية ونقدروا نتعاونوا جميع أهم شيء هو التعاون باش نقدروا نزيدوا القدام مقدروا نعطيه واحد العمل لأولى واحد الخدمة للناس اللي مصابين في الكاريتة نعم طيب دكتور أحمد أديب هل لديكم خارطة الطريق حول مستقبل طب المستعجلات بالمغرب خاصة أن المغرب سيعرف تنظيم مونديال 2030 هل لديكم استراتيجية معينة أكيد هناك استراتيجية هو الحمد لله كان استجابة ولكن الحياة اليومية لتدخلك مشكلة ونحن كنا تنظر مرافعات منذ سنوات وسنة 2020 أصدرنا كتابا أبيض حول مستقبل المستعجلات بالمغرب تتنطلق من ما قبل الاستشفاء حتى المستشفاء إلى ما بعد ذلك ومن بعد كنا ضغلنا في المشاورات اللي كانت تنظمت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنظن بأنه هذا الرأي اللي كتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان مهم جدا ونقلة نوعية بالنسبة للرؤية المستقبلية دي المستعجلات يلا تنشر هذه ثلاث شهر المحاور الأساسية هو الواقع دينا الواقع دينا هو أنه نبدو من خارج المستشفاء فاشتتقى حادثة أو حالة مستعصية أو حالة مستعجلة كين بعد المواطنين ما تعرفوش لمن يعيطو كين نوامر كتار وفاشتعيطو ما تعرفوش دول الإسعافات الأولية نعطي مثالين بسيطين إلى إسمحتي هو مثلا المثال دي الأستاذ صلاح الدلغمار الله يرحمه ولا المثال دي الأخت نورة الله يرحمها اللي تفوت بجانب الملعب مباراة كرة القدم دي الرجاء هذا شفنا كنا القصص وشفنا كنا ما وقع في الفيديوهات تيبلك بأنه أولا المواطنين ما تعرفوش من يعيدو وما تعرفوش يديرو الإسعافات الأولية هذا الشيء في الدار البيضاء والمحمدية اللي هي العاصمة الاقتصادية اللي نستهزر جلين آلوغ كخصومي بدول إنعاج القلب الرئاوي تمام حتى حتى موطفين لمفرض فيهم أنهم يكونوا مكونين في الإسعافات الأولية وحتى النقل خلق المشكل إذن من أول حاجة اللي تنطلبوا بها بأنه خاصة يكون قانون تيفرض بأنه في المدارس وفي المؤسسات تعليمية في المصانع في الدواور في القرى أنه يكون تكوين دي المواطن أنه يكون مواطنين مزعيفين سنعود عن هذه المسألة تأهيل والتكوينات معكم دكتور أديب ولكن شكنا رؤية ديلك أو استشرافك للمستقبل فيما تعلق بيطب المستعجلات ولكن سنعود مع الدكتور عصام كتقليم كيف كان تدخل الطب بمستعجلات أثناء زلزال الحوز ما هو تقييمكم على المسألة الطب الاستعجالي الإشارة فقط فإن المغرب لا يعرض بحدود كوارث كبيرة بهذا الشكل لكن المغرب الآن والدليل هو هذا ما رأينا في هذا الزلزال بأن المغرب في مصاف البلدان الرائدة بمستعجلات والكوارث وهذا شهدت الدول الأوروبية والدول المتقدمة علينا في الطب بأنه تمت سيطرة بشكل كبير على الناس ولا المجتمع المدني ولا الدرج الملاكي والقوات المساعدة ولا المساعدين هناك يظهر بأن هناك كان واحد تنظيم لهذا تنظيم يكون دائماً يكون سواء في مستعجلات الطب العادية أو لا في حالة الكوارث دائماً الحلقة الأقوى في هذا شيء كامل هو تنظيم بين جميع الناس وجميع المتدخلين باش نقدروا نوصلوا هناك المشكلة البسيطة وهذه الإمكانيات اللي لا يكون هذا النقص على جميع المستوى بالتراب الوطني طيب دكتور أديب أعود للتوصية اللي اخرجت بها من خلال المؤتمر هل طريح تساؤل من قبيل هل لنا ما يكفي من التكوينات وتأهيل المتدخلين لمواجهة الكوارث الطبيعية أريد أن رجع معك لتأهيل التكوينات هنا هدرنا على التكوين وتأهيل بالنسبة المواطنين نقص بزف نقدر على الأقل مثلا في الدواوير يكون لدينا واحد جوج لثلاثة الناس مكونين على الإسعافة الأولية أقل حاجة بدأوا بها لأنه تنتظرنا عديد من الإسياة تبقى المشكلة للتنظيم اللي تذكرها هو دازم مزيان في الزلزل ولكن في الحياة اليومية المواطن فشتتوق عليها عنده عدد كبير من الأرقال و احنا تظهرنا بأنه خاصنا نوصله أنه يكون رقم موطني موحد ولما الرقم ديال 15 كان دول دير 9-11 إلى آخره تكون رقم موطني موحد لاستقبل المكالمات التي تكون فيه تقني تستقبل المكالمات سمح لي دكتور أديب من يشاهدنا الآن الرقم اللي ديال إسعافات أو ديال الطب استعجالي باش نوضع الناس في الصورة بشكل دقيق جدا شنو هو الرقم اللي ممكن يتصل عليه لا لكي ناس لما عنده دير أي لب بالمواقع التواصلية ولا يعني ناس بوسطاء شنو هو الرقم اللي نقول ه مدابة كان الـ 15 اللي هو رقم الحماية المدنية الحماية المدنية اللي عندها انتشار واسع الجغرافيا وتدخل في جميع المناطق وعندهم باع طويل ولكن ميدان الطبي فيه نقص تدخل شبه طبية تمدع للنقل ولو انهم يقومون بعمل جهود جبار منذ سنوات الله يجزيهم بخير هذا كان الـ 141 هو تدخل سريع تابع لوزارة الصحة ولكن كان تفاوت ما بين الجهات كان ثلاثا اللي تقدروا يخرجوا الزنق وتيخرجوا مرة في حال لانه علاش ما تعتهمش لإمكانيات بانه 24 ساعة وما عندهمش أطباء بالكفاية اللي يخرجوا على بره أهم تدخلات ديالهم ما بين المشفايات اما احنا خصنا يتدخلوا وكان أرقام عديدة جدا ديال شركات خاصة هذو سيارة الإسعاف اللي تشوفهم ناس اللي تعبت حاجة طيعت لها لحظة كيكون لحظة دير ارتباك نعم كيكون لهذا خص رقم وطني موحد تستقبل كلمة تقول لأ فين يمشي ويحتاج وعند هذا الرقم مزيان يكون في حال مدني ولكن يكون أطباء يستطيع يجاوب باش يستطيع صفته وهذا نداء من أهل اختصاص وهذا نداء شكرا جزيلا كان شكرا دكتور أحمد غسان الأديب رئيس الجمعية المغربية لطب المستعجلات شكرا جزيلا على تنويرنا بكل هذه الأفكار وهذه الإضاءات والتوجيهات شكرا جزيلا طبا يوم شكرا كما أشكر أيضا دكتور عصام حمرس طبي مختص طب المستعجلات والجراحة العامة شكرا دكتور عصام مرحبا شكرا لفريق العمل على كل مجهوداتي شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة في انتظار غد أحلى ألقاكم متحدي جديد مع كامل محبتي